السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بقراءة هاتين الآيتين قبل النوم فلا تحرم نفسك من أجرهما لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم إخوان كرام القرآن كله كلام الله تعالى ولكنه سبحانه خص بعد صوره وآياته بفضل خاص فرفع الله أزوجل قدر بعض الآيات على الأخرى وجعل لقراءة هذه الآيات فضلا لا يدانيه فضلا ومن هذه الآيات آخر آيتين من سورة البقرة وذلك من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة فقد روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه والحديث إخوان كرام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأن كلمة كفتاه تحتمل معاني كثيرة فمن العلماء من يقول إنها تعني أن الآيتين تجزئان عن قيام الليل وبعضهم يقول تجزئان عن قراءة القرآن بشكل عام في هذه الليلة وآخرون يقولون إنهما تكفيان من كل سوء وفريق يقول إنهما تكفيان من الشيطان وغيرهم يقول إنهما تكفيان للدلالة على الاعتقاد السليم أما بعض العلماء فيرى أنهما تكفيان من الثواب بمعنى أنهما يحققان ما يكفي من الثواب لمعادلة سيئات اليوم وبالتالي النجاة وعليه فهي آيات خاصة جدا وقد ورد في قصتهما أحاديث عجيبة فمن ذلك ما رواه التلمذي وقال الأرباني صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ومنه أيضا ما رواه النساء وأحمد وقال الأرباني صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطاه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي إذن فإن آخر آيتين من سورة البقرة هي كلمات عزيزة وكريمة من الله عز وجل من يحرص على قراءتهما في كل ليلة له حض وافر وحسنات كثيرة ومنزلة عظيمة عند الله عز وجل فلا تبخلوا إخوان كرام على أنفسكم بهذا الفضل العظيم فلن يأخذ منكم قراءة هاتين الآيتين أكثر من دقيقة فقط وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع ذكر به غيرك فيستفيد فيكون ذلك في ميزان حسناتك فالدل على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل تلك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم اشتركوا في القناة